أما ما هو الحديث الصحيح في نظر البخاري وفي نظر غيره من المحدثين؟ إن شرط الصحيح أن يكون إسناده متصلاً وأن يكون راويه مسلماً صادقاً غير مدلس إذن ما هذا التدليس الموجود في الروايات؟ الحذف، حذف الكلام، حذف الأسماء أليس تدليساً؟ فإذا لم يكن تدليساً من البخاري وقلنا بأن الروايات وصلت إلى البخاري بهذه الهيئة وهي موجودة في مصادر أخرى بهيئة أخرى ماذا يعني؟ هذا يعني أن الاعتماد على الأسانيت فقط مع حسن النية حتى مع حسن النية فإنه لا يوصلنا إلى الحقاق سيوصلنا إلى أخبار مدلسة أخبار ناقصة لا نريد أن نتهم البخاري في أنه دلس في هذا الخبر لكنه قبل هذا الخبر بحسب شروطه، بحسب تحقيقه إذن بحسب شروطه، وحسب تحقيقه، ما استطاع أن يصل إلى الخبر الصحيح؟ فجاء الخبر ناقصاً، إذن ما نفع الأسانيت؟ لذلك قلت هي ألعوبة ألعوبة يلجأ إليها القوم الأحاديث التي لا تأتي مع هواهم تكون ضعيفة والأحاديث التي تأتي مع هواهم تكون صحيحة ولو كان الحديث منعقداً عن التدليس الموجود في صحيح البخاري لأريتكم أمثلة كثيرة جداً في هذا الكتاب وفي غيره لذلك أنا قلت لأنني لن أعتمد طريقة المؤرخين ولا طريقة المحدثين في قضية المصادر والأسانيت فهذه هي أصح المصادر وتلاحظون التدليس فيها وهذه هي أصح الأسانيت قطعاً هذا بنظر القوم لا بنظري أنا لا أعتقد ذلك